موسيقى خروقات حوثية للهدنة غربية عز والوفد الحكومي يقول لا جدوى من التفاوض مع الحوثي وتصريحاتهم عن جولة جديدة دعاية سوداء موسيقى إصابة أربعة أطباء بقصف حوثي مسير شمال قعطبة ومطالب شعبية مستمرة باستئناف المسار العسكري موسيقى الغرفة التجارية بصنعاء تتهم ميليشيا الحوثي بتدمير تجارة البن وصادراته موسيقى موسيقى نشرة التاسعة من قناة يامن شباب معكم صفاء عبد العزيز البداية من تعز حيث قصفت ميليشيا الحوثي الارهابية مواقع الجيش الوطني في جبهة الضباب غرب مدينة تعز صباح اليوم الجمعة وقال محور تعز إن القصف جاء استمرارا لخروقات الميليشيا الحوثية الارهابية للهدنة الأممية وضف المحور أنه رصد منذ بداية الهدنة حتى أمس الخميس 2778 خرقا حوثيا وتنوعت الخروقات بين القصف المدفعي وإنشاء تحصينات واستقدام تعزيزات وزرع ألغام واستخدام الطيران المسيري وغيرها في سياق متصل نظم أبناء تعز وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة في عقبة منيف شرقية المدينة للتنديد بتعنت ميليشيا الحوثي عن تنفيذ بنود الهدنة وتماهي المبعوث الأممي مع إصرار الميليشيا على إفراغ الهدنة من محتوها المحتجون رفعوا لافتات وشعارات تطالب المجلس الرئاسي بدعم قوات الجيش الوطني لكسر الحصار عن المدينة وأشار المحتجون إلى أن فشل المبعوث الأممي في تنفيذ بنود الهدنة يقوض عملية السلام في البلاد وأكد المحتجون على دعم كافة أبناء تعز للتوجه العسكري في مواجهة مماطلة المبعوث وانصيعه للحوثيين بشكل يكشف عن تخادم الأمم المتحدة مع الإرهابيين الحوثيين ذن واصل أبناء تعز احتجاجاتهم المنددة بتماهي المبعوث الأممي مع تعنت ميليشيا الحوثية عن تنفيذ بنود الهدنة وكدنا أنه لا حل مع الميليشيا الإرهابية إلا استخدام القوة العسكرية بعد مضي نحو ثلاثة أشهر على انطلاق الهدنة الأممية في اليمن بدأ الشهر الرابع يجر أيامه نحو إكمال هذه الهدنة فترة الهدنة التي أقرتها الأمم المتحدة بعد تمديدها اليوم يقف أبناء تعز في هذه الجمعة في عقبة منيف للمطالبة بكسر الحصار بعد أن تبدل من فك الحصار أو بطالبة الأمم المتحدة بفكه عن هذه المدينة وهنا الحوثيون يفرضون حصارهم على هذه المدينة منذ ثمانية أعوام معنا أحد المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية سيحدثنا عن مطالبهم باقتضاء ما طلبنا هو فتح الحصار حصار مدينة تعز المستمر يعني إلى العام الثامن الآن نحن ندخل العام الثامن من الحصار وهو حصار لم تشهده مدينة في العصر الحديث وفي حروب العصر الحديث المجتمع الدولي يتعامل بإززواجية هناك إززواجية في المعايير وإززواجية في التعامل مع مسألة فك الحصار بعد فتح مطال صنعاء وفتح ميناء الحديدة نحن هنا نناشد المجتمع الدولي بأن ينظر إلى أبناء تعز نظرة إنسانية وأن يعمل بموقع القوانين الإنسانية فيما يتعلق بحصار سكان التعز الذين يموتون قوعا ومرضا في ظل هذه الحرب إذن هكذا ينظر أبناء التعز إلى الهدنة والتعنة الميليشيات الإرهابية في تنفيذ بنودها في الوقت الذي تتنصل فيه الأمم المتحدة أو تتراخى أو تتمهى مع التعنة ميليشيا الحوثي ولذا هم يصرون على كسر الحصار بالجيش الوطني أو من خلال الجيش الوطني ويطالبون المجلس الرئاسي بدعم الجيش حتى يتمكن من كسر هذا الحصار عن مدينتهم عدرعز الذبحان يمن شباب تعز في السياق اعتبر مواطنون عرقلة ميليشيا الحوثي لتنفيذ بنود الهدنة مماطلة تماهى معها المبعوث الأممي في الوقت الذي يجب فيه على الأمم المتحدة ممارسة ضغوط تلزم الميليشيا الحوثية بتنفيذ التزامات الهدنة نحن هنا اليوم في مدينة تعز خرجنا لكي نطالب المبعوث الأممي مبعوث الأممي العام لأجل أن يطبق النظام الدولي على كل العالم ليس اليمن لوحده هي المقصود بإتاحة فرصة للحوثيين لكي يحصلوا فرصة أنهم يسيطروا على الوضع فهو قابلهم يعني مهلة أن يرتبوا قوتهم وأن يرتبوا حالهم فهم الآن لا زالوا يتمترسوا في كل المواقع على مدينة تعز لماذا لن تنفذ الاتفاقيات الشرعية وافقت على الاتفاقيات لكن هل نفذ الأمم المتحدة أو ضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقية ففرق بين الثرى والثرية لأن الأمم المتحدة لن تنفذ ولن تلبي مطالب أبناء تعز المدنيين المدنيين المحاصرين لن تلبي مطالبهم هل لبث مطالبهم أين الإنسانية هناك ميثاق بالأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق أطفال حقوق التجارة حقوق أين هي الحقوق؟ أين هي معايا الأمم المتحدة؟ حتى مبعث الأمم المتحدة لن يطبق ماثيق الأمم المتحدة كما شدد ناشطون على ضرورة استعداد قوات الجيش الوطني في تعز لمواجهة مخططات ميليشيا الحوثي التي تسعى إلى تنفيذها في جميع الجبهات واستنكر ناشطون في تصريحات لقناة يامن شباب موقف المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية من هذا التحشيد الحوثي الذي يبيت النية لشن معركة وشيكة مطالبين المجلس الرئاسي بالتحرك ودعم قوات الجيش الوطني للدفاع عن البلاد من ميليشيا الحوثي الإيرانية نطالب الجيش الوطني وقوات المحور والسلطة المحلية في مدينة تعز إلى ضرورة رد الميليشيا الحوثي وهي رغم الهدى وهي تعزز إلى المواقع العسكرية بالحشود التي تأتي إلى مدينة تعز هذا ما نطلبه حيث لا نفعل مجلس الأمن المعروف الأممي في هذا الشان حيث يتواصلون حتى الآن كما نحن هنا والقذائف ما زالت تسمى حتى الآن الآن نشاهد مواطنين تشاهد بالنظر بعينك للميليشيا الحوثية اليهودية وهي تحشد وهي تحشد وأنا أقول من هنا من مدينة تعزز المواطنين وأنا أتكلم مرة ومرتين ما هو أخذ بالقوة عن يأتي بالقوة فنحن مستعدين وقيشنا الوطني ونأشد الشرعية أن تأمر وتعطي الذخائل وتعطي ما يطلبه المقاتل الوطني ونحن سنحضر اليمن بكاملها الآن الحوثيين يحشدوا للمناطق لعند الدفاع القوي لعند تباد السلال لا كلابة تمام لعند سفتين الآن يحشدوا قوة الاكتساح تعز نحن الآن بخطر نشير القوة العسكرية في محافظة تعز والسلطة المحلية والمقلس الرياضي الآن يكونوا يقضين إلى ذلك قال نبيل جامل عضو الفريق الحكومي في مفاوضات فتح الطرق إن تصريحات ميليشيا الحوثي الانقلابية عن مفاوضات جديدة غير صحيحة وضيفا أنها أكاذيب للاستهلاك الداخلي والتغطية على موقفه المتعنت والرافض لفتح الطرق بتعز ومناطق أخرى ومحاولة لإهام الداخل والخارج بأن الشرعية هي من يعرقل فتح الطرقات وقال جامل في مداخلة هاتفية مع قناة يامن شباب إن ميليشيا الحوثي مستمرة في رفض فتح الطرق وتنفيذ مقترح المبعوث الأممي بهدف مواصلة حصارها على تعز ومواصلة استغلالها لهذا الملف الإنساني كملف سياسي للمناورة في ملفات أخرى لا علاقة لها بتعز وتحقيق مكاسب إضافية إلى استمرار مفاقمتها للأوضاع الإنسانية وحول المفاوضات الجديدة التي تتحدث عنها الميليشيا قال عضو الوفد الحكومي لا نعلم مع من سيتفاوضون وما جدوى أي مفاوضات مع الحوثيين وهم يرفضون فتح طريق رئيسي واحد ويحاولون العبث والتلاعب وكسب الوقت هذا وأكد عضو الوفد الحكومي نبيل جامل أن رئيس الجمهورية كان حاسما في موقفه خلال لقائه مؤخرا الببعوث الأممية إلى اليمن مشيرا إلى أن الرئيس العليم رفض الانتقال إلى مناقشة ملفات أخرى قبل فتح الطرق وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ اتفاق الهدنة وفتح طرق في مدينة تعز ومناطق أخرى وتطبيق المقترح الأممي الذي وافقت عليه الحكومة الشرعية وقال جامل أنه لا توجد ضغوط دولية حقيقية على ميليشيا الحوثي ووضع حد لتهربها من تنفيذ التزامات الهدنة الأممية وأضاف أن الفاعلين الدوليين لا يمارسون ضغوطا على الانقلابيين الحوثيين ما شجع هؤلاء على الاستمرار في التعامل مع ملف حصار تعز كورقة سياسية وليس شأنا إنسانيا وكان عضو مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبدالله العليمي قد أكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام الميليشيا الحوثية بتنفيذ التزاماتها برفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق فيها وفي المناطق الأخرى جاء ذلك خلال لقائه سفير الولايات المتحدة لدى الأمريكية لدى اليمن ستيفن باكين أكد فيه على ضرورة صون حرية اليمنيين في التنقل الآمن في جميع مناطق اليمن بموجب اتفاق الهدنة والمقترح المقدم من المبعوث الخاص وأشار العليم إلى جهود الحكومة الشرعية وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسية في دعم مساعي المبعوث الأممي وإنجاح الهدنة والتعامل الإيجابي والبناء مع الملفات الإنسانية ذات الأولوية كفتح مطار صنعاء واستئناف الرحلات التجارية من جانبه أكد سفير الأمريكية ستيفن باكين على الأهمية البالغة لفتح طرقات المغلقة في مدينة تعز بموجب اتفاق الهدنة وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ أشار السفير الأمريكي إلى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الحكومة اليمنية للقيام بدورها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وضمان تقديم الخدمات للشعب اليمني مشيدا بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسية والحكومة اليمنية في تثبيت الهدنة الإنسانية ومساندة كل الجهود الرامية إلى إعادة السلام في اليمن ضمن خروقات الميليشية للهدنة أصيب أربعة أطباء بقصف حوثي مسير استهدف سيارة إسعاف شمال مدرية قعطبة على أطراف محافظة الضالع وفادت المصادر عسكرية أن طائرة مسيرة تابعة لميليشية الحوثية الانقلابية استهدفت سيارة الإسعاف في جبهة باب غلق شمال قعطبة ما أصفر عن إصابة أربعة أطباء وإلحاق أضرار مادية بسيارة الإسعاف المستهدفة يأتي ذلك بعد يومين من استهداف الميليشية لطفلين بقذيفة هون أثناء رعيهما للأغنام في منطقة مرخزة غربية مديرية قعطبة شددت قبائل عبيدة بمحافظة مأرب في الجماع لها على وقوفها مع الدولة ضد العناصر التخريبية وأكدت على أهمية عدم الركون إلى الهدنة الهشة مع ميليشية الحوثية الإرهابية ودعت قبائل عبيدة وأبناء مديرية الوادي في رسالة صدرت عن الاجتماع إلى توقيع صلح لمدة عام بين أبناء المنطقة بهدف تأمين المنطقة وأبنائها كما شددوا على ضرورة الوقوف ضد الظواهر المخالفة للمظاهر المخلة بالأمن والاستقرار يأتي ذلك بعد حادثة اغتيال قائد قوات اليمن السعيد عبد الرزاق البقمة في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي وهو ما دفع قبائل عبيدة للمطالبة بعدم الركون إلى الهدنة الهشة مع ميليشية الحوثية الإرهابية منذ عاملة سعودية والإمارات على الرضوخ للإملاءات الخارجية وتقليل دعمهما لقوات الجيش اليمني وقعت هذه الدول في الفخ الإيراني حيث سمحت بتحول الوضع العسكري في الداخل اليمني لصالح ميليشيا الحوثي الإيرانية وفرضت وقف تحركات قوات الشرعية وإضعافها في السنوات الماضية كانت الرؤية لدى الدبلوماسية السعودية واضحة حيث كانت الخارجية السعودية تؤكد مرارا رفضها نشوء وترسق حزب الله آخر في خاصرتها وعلى حدودها مع اليمن ومع نجاح المحور الإيراني والشيعي والغربي في إقصاء وزير الخارجية السابق عادل الجبير استمرت السعودية وما تزال تدرك خطورة تمكين ميليشيا الحوثية الإرهابية من السيطرة على شمال اليمن وفرض نسخة ثانية من حزب الله الإرهابي وما يتضمنه ذلك من تهديد لأمن السعودية ودول الخليج والمنطقة بالإضافة للمخاطر على أمن وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب ومنذ عاملة السعودية والإمارات على الرضوخ للإملاءات الخارجية وتقليل دعمها لقوات الجيش اليمني التابع للشرعية في اليمن وقعت هذه الدول في الفخ الإيراني إذ سمحت بتحول الوضع العسكري في الداخل اليمني لصالح ميليشيا الحوثية الإيرانية وفرضت وقف تحركات قوات الشرعية وإضعافها ورغم أن الأطراف الخارجية والإقليمية مارست أشد الضغوط على الشرعية وجمدت جيشها تقريبا تاركتنا المسرح القتالي كله في اليمن لميليشيا الحوثية الإيرانية والحرس الثورية الإيرانية إلا أن التصعيد الحوثية في مختلف الجبهات لم يحقق أي اختراق هام وهو ما يكشف عن هشاشة الميليشيا الإيرانية وعتمادها بالدرجة الأساسية على إثارة مخاوف السعودية والإمارات والاعتماد على الدور الأممي المنحاز لها لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الأمن القومي لليمن ودول الخليج والمنطقة ومع زيادة الصلف الإيراني والغطرسة الحوثية والشيعية بالمنطقة يقول مراقبون إن التحديات المتصاعدة أبرزت أهمية دور قوات الجيش الوطني في اليمن وباقي المكونات العسكرية المناخضة للانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني وهو ما يعني أن إعادة تفعيل دور قوات شرعية بمختلف تكويناتها هو ضرورة لا غنى عنها كونها تمثل المسار الوحيد لحماية أمن اليمن ودول الخليج والمنطقة وإسقاط مخطط الهيمنة الإيرانية في خبر آخر بدأت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة أول خطوة على طريق الخطط الأممية لتفريغ ناقلة النفط صافر الرأسية في ساحل محافظة الحديدة في سياق أجرى مسؤولون يمنيون وأمميون أمس محادثات لإدخال المعدات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطط الطارئة للأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم صافر والتي تبلغ كلفتها نحو ثمانين مليون دولار بدعم إقليمي ودولي ووفق المصادر الرسمية فإن عملية إدخال المعدات تأتي بموجب موافقة الحكومة اليمنية لتفادي كارثة صافر البيئية والإنسانية على مستوى اليمن والإقليم وخط الملاحة الدولي ذلك للشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية المتمثلة في التعامل الفني مع الخزان وذلك من خلال تفريغ ونقل حمولته من النفط الخام البالغة أكثر من مليون برميل إلى سفينة أخرى ورفضت ميليشيا الحوث الإنقلابية مرارا دعوات دولية لتفريغ السفينة من حمولتها من النفط قبل أن تتراجع تحت ضغوط دولية كشفت وزارة الخارجية في بيانا صدر أخيرا أن الحكومة الشرعية رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية المزيد في التقرير التالي لكل حضارة ظل وتاريخ فكيف إن كانت هذه الحضارة سليلة ألاف السنوات وجذورها ضاربة في عمق تاريخ كالحضارة اليمنية بعد أن طالت أثار الحرب كافة مناحي الحياة في اليمن ووصلت حد المساس بالإرث التاريخي في واحد من أغنى البلدان بالمواقع الأثرية الفريدة التي قامت عليها أكبر الحضارات الإنسانية في اليمن القديم الأمر الذي ادفع القيادة السياسية بمناشدة العالم لوقف بيع تاريخه في متاحف السوق الأوروبية السوداء مؤخراً كشف البحث الأمريكي المتخصص في شؤون الأثار أليكساندر ناغل عن أن أثار اليمن تصل إلى أكثر من مليون قطعة يتم سرقتها بشكل دوري ويتم تهريب قطع الأثار من اليمن عبر دول مثل الإمارات وإسرائيل مؤكداً طورت العديد من المستكشفين والأكاديميين والديبلوماسيين في تهريب الأثار من اليمن وفي محاولة لجمع الشتات الأثاري اليمني قالت الحكومة الشرعية إنها تدرس كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلد بعد أن رصد بعضها معروضاً للبيع في مزادات تجارية في أوروبا وكشفت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صدر أخيراً أن الحكومة الشرعية رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض قطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية ومنذ الانقلاب الحوثي الأسود عام 2014 تعرضت الآثار اليمنية لعملية نهب وتهريب ممنهج حتى أضحط تجارة رائجة تتم بمزادات علنية حيث يتم تهريب وبيع الآثار من عدد من المحافظات اليمنية كما هو الحال في محافظة مأرب وشبوى والجوف وإيب كونها مناطق غنية بالمواقع الأثرية التي طمرت صحاريها حضارات عدد من الدول القديمة الكبرى مثل السباء وحمير وأوسان وقتبان وحضرموت ومعين وغيرها تجريف حضاري غير مسبوق لحضارة عريقة يمثل تهديدا وجوديا وخطيرا للدولة اليمنية وسط غياب للدور الرسمي إلا من تعليقات خجولة وبائسة فهل سيراقب اليمني بصمت كيف تطمر حضارته ويباع إرثه في مزادات العالم مثلما رقب وشاهد دولته وجمهوريته وهي تنهار أمام ناظريها أحيى مكتب الثقافة في مدينة تعز يوم الأغنية اليمنية بفعالية فنية وبحضور جماهري كبير وفي فعالية جذور النغم الأصيل قدمت الفرقة الفنية لمكتب الثقافة عددا من الأغاني الوطنية لفنانين يمنيين وقال مدير الثقافة عبدالخالق سيف ليمن شباب إن هذه الفعاليات تأتي للحفاظ على الموروث الفني لليمنيين لا شك أن الأغنية اليمنية أغنية ثرية وأغنية غنية جدا لذلك اليوم ارتأينا أن تحمل عنوان آخر جذور النغم الأصيل أن نغوصها في تفاصيل هذه الأغنية ونقدم كل الأغاني التي اكتبست واستلهمت ولا نود أن نقول أنها سرقت من تراثنا الغنية جدا كوننا نفتخر أن هذا التراث يستلهم منه أعمال عظيمة قبل قليل وأنت تسمع أغنية يانا يانا أغنية شهيرة لملحن عظيم جدا بليغ حمدي قالها بصحيح العبارة أنه أعجب باللحن لأنها أخذت من أغنية عالشانة عالشانة والتي لحنها محمود السلامي في 1964 وذهب بها إلى بيروت إلى الفنانة هويام يونيس التي غنتها واشتهرت وانطلقت بصوتها تراثنا غني ورائع جدا اليوم ننصف أبو بكر ننصف أيوب ننصف القموندان ننصف الرموزة الكبارة بهذا العمل وهي أيضا تصريت الضوء على هذا التراث الغني الذي يمتد بألوانه إلى مئة سنوات وإلى ألاف السنوات اللون الحضرمي الصنعاني الغياء التهامي اليافعي ألوان متعددة وقميلة رائعة ارتأينا اليوم أن نقدم رسالتها بشكل جميل وكل عام وغنيتنا تنسب لنا تعود لنا يعود الفضل لهذا التراث الغني الذي لن ينضب لن ينتهي قالت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إن ميليشيا الحثي أوقفت تصدير البن اليمني وكبدت التجار خسائر باهضة وأدانت الغرفة في بيان سلسلة إجراءات تقوم بها الميليشيا الحثية وقالت إنها تدمر القطاع الخاص العامل في تجارة البن وتصديره وسنكر القطاع الخاص العامل في مجال البن والممثل في لجنة مصدري البن اليمني في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة استنكر الإجراءات التعسفية الأخيرة بحق المصدرين للبن اليمني والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية وتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها وأوضحت لجنة مصدري البن أن تلك الإجراءات التعسفية المستحدثة تؤدي إلى هدم المنتج المحلي ما يتسبب في الضرر البالغ على القطاع الخاص وقطاع الإنتاج اليمني للبن سلمت مؤسسة سلام يمن اليوم عقب صلاة الجمعة في ساحة الخري الحرية السيارة المقدمة من الشيخ حمود سعيد المخلاف قائد المقاومة الشعبية في تعز إلى والد أطفال مجزرة حي جامع الخير شرق مدينة تعز الذين سقطوا جراء استهداف ميليشيا الحوثية للحي أثناء خروجهم إلى أحد محلات المواد الغذائية القريبة من منزلهم وقالت رئيسة مؤسسة سلام يمن خديجة عبد الملك في تصريح لقناة يمن جباب أن هذه الهدية لها دلالات رمزية كثيرة تؤكد اهتمام قائد المقاومة بجرح المحافظة مؤكدة أنها تعد مواساة للذين قدموا تضحيات كبيرة في هذه الحرب الحوثية على البلاد اليوم نسلم هدية الشيخ حمود سعيد المخلافي سيارة الشهيد أسامة الدكتور أسامة المخلافي التي حصل عليها هدية من والده الشيخ عقب تخرجه من كلية الطب جامعة صنعاء عام 2013 هذه الهدية لوالد الشهداء الثلاثة والجريح المبتور الناجي الوحيد من القذيفة الحوثية التي سقطت أمام منزلهم في حي جامع الخير هدية لها دلالات رمزية كثيرة تؤكد اهتمام الشيخ حمود بمواساة أبناء مدينة تعز الذين قدموا تضحيات كبيرة دليل على اهتمامه بالجرحة هي رسالة لأن نعين بعضنا من أجل أن تواصل هذه المدينة صمودها ختموا نشرة التاسعة نذكركم بأهم العنوين قرقات حوثية للهدنة بتاعز والوفد الحكومي يقول لا جدوى من التفاوض مع الحوثي وتصريحاتهم عن جولة جديدة دعاية سوداء صبت أربعة أطباء بقصف حوثي مسير شمال قاطبة ومطالب شعبية مستمرة باستئناف المسار العسكري الغرفة التجارية بصنعاء تتهم ميليشيا الحوثي بتدمير تجارة البن وصادراته ختم هذه النشرة أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة